إيجاله طبعاً أنا جيري أودين إيجاله مهاجم الوحدة السعودي واحد من اللعبة اللي وجهتنا فيه لما كان بيلعب في الهلال في بطولة كاس العالم مواجهة الأهل يعني المصري لما كنا نعلم في كاس العالم أندية المباراة الشهيرة اللي انتهت بربعية لصالح الأهل المصري كلم على مواجهاته اللي واجه فيها مدافع التحاد جدة والمدافع الدولي المصري أحمد حجازي ووصفها بأنها كانت حالها من حالات المصرعة إيجاله كان بيلعب فيه اللي ابتدى في الشباب وبعد كده طبعا راح للهلال قبل ما ينتقل طبعا بعد تدعمات الهلال الموسم ده لفريق الوحدة ويمكن في تصريحاته في واحد من حواراته يعني الوسائل الإعلام في السعودية قال إنه أحمد حجازي وعلي البليه هما من وجهة نظره أفضل اللعيبة أو المدافعين اللي وجههم في دوري السعودي وكلم إنه مواجهاته مع الاتنين دول تحديدا كانت أشبه بالمصرع حجازي يقدم مستويات رائعة الحقيقة وأعتقد إنه واحد من الأسماء طبعا اللي بيفتقدها منتخب مصر واللي هو والوينش أعتقد اسمين لو برضو وصلوا لفورما عالية جدا هيكون أضافة قوية جدا لسكواد منتخب مصر مع مانع فيه خلط دفاعه اللي يمكن يكون واحدة من أهم النقاط ضعف منتخب المصري في الفترة الأخيرة هتقول لي آه كسبنا زامبيا هقولك آه كسبنا زامبيا لكن زامبيا المنتخب اللي ما بعتبروش من المنتخبات التقيلة في أفريقيا وصل لمنتخب مصر وهدد منتخب مصر كتير جدا ومش نجاح مننا في إفساد هجماته بقبل أكتر ما هو فشل منهم في اللمسة الأخيرة يعني لو بتكلم مع مهاجمين من العرد التقيل زي اللي موجودين في غانا وكاميرون والسنغال والمغرب والجزائر لا قصة كانت ممكن تروح للسيناريو تاني خالص